لم يتأخر الرد الأوروبي على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة الدواعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب معركة الحسم ضد تنظيم داعش الإرهابي من خواتيمها فبعد ساعات من الطلب الأمريكي ردت الداخلية الألمانية بأنه لا يمكن لبرلين استعادة مواطنيها الدواعش المعتقلين في سوريا إلا إذا سمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال تلبية طلب ترامب على الأقل في الوقت الراهن موقف الدانمارك الرافض للطلب كان أكثر جلاءا ووضوحا فالمتحدث باسم رئيس الوزراء الدانماركي مايكل يانسون أعلن بشكل قطعي رفض بلاده استقبال الدواعش ويبدو أن رفض ألمانيا ودانمارك اللتين على الأرجح ستحذو دول أوروبية أخرى حذوهما التجاوب مع الطلب الأمريكي يأتي من باب الضغط على واشنطن للعودة عن قرار الانسحاب من سوريا فالمسؤول الدانماركي يانسون أشار أيضا في معرض رده على طلب استعادة الدواعش إلى أن الوضع غير المستقر في سوريا يقتضي من ترامب إعادة النظري في قرار الانسحاب موقف سبقته إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي جددت في كلماتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن مطالبتها للإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها وأسباب قرار انسحابها من سوريا الذي يرى الكثيرون أن من شأنه أن يخلق فراغا يتيح لداعش الفرصة للملمة صفوفه والعودة إلى الظهور مجددا سجال وحرب تصريحات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين قد يبدو في الظاهر أنه متعلق بالطلب الأمريكي الأخير بشأن استعادة الدواعش لكنه في حقيقة الأمر ينطوي على خلافات عميقة واختلافات بين الطرفين بشأن طريقة التعاطي مع جملة من القضايا والملفات في المنطقة وعلى رأسها الملف السوري الذي يقول حلفاء واشنطن الأوروبيون بأن سياسات البيت الأبيض حياله ليست مفهومة إطلاقا دون أن يستبعدوا في الوقت عينه احتمال النتائج الكارثية التي قد تتمخض عنها